ما زالت الأزمة المائية في العراق قائمة لا بل أصبحت كارثة بيئية غير مسبوقة في ظل ارتفاع متزايد لعدد النازحين بسبب تغير المناخ حيث أكد موقع أوريان الفرنسي تقلص المساحات الخضر واتساع دائرة الأراضي المتصحرة في العراق في وقت تستهلك البلاد ما يفوق 63% من مواردها المائية على الزراعة من دون أن تسد حاجتها المحلية من المحاصيل معتمدة على الاستيراد من الخارج منظمة اليونسكو وثقت نزوح أكثر من مائة ألف نسمة من سكان شمال العراق عن قرىهم بسبب النقص المائي الحاد بين عامي 2005-2009 بينما أكدت منظمة الهجرة الدولية هجرة 21 ألف شخص من تسع محافظات وسطى وجنوبية هاربا من الجفاف في عام 2019 ومن بين المحافظات التي عانت من نزوح سكانها بسبب الأزمة المائية هي ديالة وواسط وذيقار وميسان وحتى الأهوار التي لم تسلم من فساد السياسات الحكومية بحسب مراقبين أصابها الجفاف وفقدت ثروتها السمكية والحيوانية ما أدى إلى نزوح أهلها نحو المدينة مؤكدين أن هذه المحافظات الأربع ما زالت تعاني من سياسات إيران المائية وتعنتها تجاه العراق من جهتها لا تعترف المؤشرات البيئية الحكومية في العراق بمسؤوليتها عن تفاقم أزمة المياه وتداعياتها والسبب بحسب المراقبين هو الابتزاز السياسي الذي يستخدم التغير المناخي أداة لتمرير أجندات بعينها حيث لجأت حكومة بغداد لخفض حصة الفرد العراقي من المياه إلى أقل من 250 مترا مكعبا بدءا من صيف 2021 بعدما كانت تقدر بـ 2400 متر مكعب في عام 2004 أما وكالة الطاقة الدولية فقالت أن العراق مسؤول عن قرابة 8% من انبعاثات غاز الميثان العالمي الناتجة عما وصفه بجنون استخراج النفط محذرة من أن هذه الكارثة ستؤدي في العقدين المقبلين إلى تدمير البيئة العراقية وجعلها غير قابلة للحياة وبهذا ستبقى سنوات قاتمة مليئة بالتحديات المناخية الصعبة تنتظر العراق وشبابه الحالمين الذين لم يجدوا سبيل للتفاؤل إلا برسم لوحات وتصاميم أشكال فنية لمستقبل بيئي أفضل في بلادهم